أكد حزب الإصلاح والنهضة أن حكومة نتنياهو فقدت صوابها وأنها تقدم على خطوة خطيرة بالهجوم على رفح الفلسطينية وقال الحزب في بيان له أن الاكتياح البرية الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية يعد جريمة إبادة جديدة تضم وتنضم إلى سلسلة جرائم الاحتلال وأشار إلى أن على كافة عقلاء العالم لاتحاد معا في معسكر الإنسانية والسلام الذي تقوده مصر في وجه معسكر العنجهية والتطرف والذي تتزعمه إسرائيل دعيا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكافة الدعمين لإسرائيل إلى تحديد موقفهم